بسم الله في كل ابتداء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالمقياس ولا يشبه الناس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا بل وكان بين الابطال مثلا جعل صلى الله عليه وسلم من العبيد سادة وجعل من المستضعفين قادة وجعل من عباد الاوثان دعاة الى الله ورسوله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه فهو النبي الامي الذي علم المتعلمين وهو الرسول الذي بعث الامل في قلوب البائسين وهو الهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الامواج الى شاطئ رب العالمين اللهم كما امنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة اللهم احيينا على سنته اللهم امتنا على ملته اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم اسقنا بيده البريئة شربة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا آمين آمين ثم أما بعد حياكم الله وبياكم وثبتنا وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجمال في القرآن وأسأل الله العلي القدير على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب إنه القادر على الجليل والجلل عاوز حضرتك تعيش معي اللقاء ده بعقلك وقلبك ووجدانك وكل كيانك وأسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في أمر ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا هو ولي ذلك والقادر عليه الإنسان منذ ولدته أمه استدبر الدنيا واستقبل الآخرة الإنسان منذ ولدته أمه وهو يغز السير إلى الله رب العالمين والطريق إلى الله تعالى طويل وشاق ومغبش ولا يثبت عليه إلا من ثبته الله انتبه أيها الكريم أعرني قلبك وانتبه إلى هذا الكلام النفيس أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الطريق إلى الله تعالى طريق طويل وشاق ومغبش ليس كما يظن البعض أنه إذا وضع قدمه على الطريق انطلق ليس كذلك الطريق عليه عقبات وعثرات ومحن وإحن ولا يثبت عليه إلا من ثبته الله رب العالمين الطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالبدن وإنما يقطع بالقلب قال ابن القيم إن لله تعالى مسافات لا تقطعها الأبدان وإنما تقطعها القلوب قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم السير إلى الله عز وجل لا علاقة له بالبدن وإنما وصل الواصلون إلى الله عز وجل بقلوبهم سيدنا عبد الله بن مسعود الصحبي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قالوا كان إذا هبت الريح كفأته على وجهه تصور كم كان طوله كم كان عرضه كم كان وزنه صعد رضي الله عنه وأرضاه شجرة الأراك يوما ليجتني سواكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهبت الريح فكشفت عن ساقه وكان رضي الله عنه أخمش الساقين ساقه نحيفة جدا ومقوسة فضحك الصحابة من دقة ساق عبد الله بن مسعود فقال رسول الله تضحكون لساق عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده لهي أثقل عند الله تعالى يوم القيامة من جبل أحد السير إلى الله عز وجل يكون بالقلب ليس بالبدن لا علاقة للبدن في السير إلى الله رب العالمين إنما وصل الواصلون إلى الله عز وجل بقلوبهم لا يصل العبد إلى الله عز وجل إلا بقلب سليم دون هذا لا يصل ولو تعنى بل يسقط في بنيات الطريق وتندق عنقه نسأل الله أن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه لذلك تأمل كم مرة ذكر الله عز وجل البدن في القرآن وكم مرة ذكر الله عز وجل القلب في القرآن الله عز وجل ذكر القلب في القرآن أكثر من 132 مرة طيب كم مرة ذكر الله عز وجل البدن في القرآن؟ كم مرة؟ قلنا الله تبارك وتعالى ذكر القلب في القرآن أكثر من 132 مرة طيب كم مرة ذكر الله عز وجل البدن في القرآن؟ لم يذكر الله عز وجل البدن في القرآن إلا مرة واحد يوم تكلم عن أحط خلقه فرعون قال سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية البدن لا يعني لها في شيء إنما يعنيه قلبك لذلك محل نظر الله عز وجل من أي إنسان قلبه لذلك العبد لا يصل إلى الله عز وجل إلا بقلب سليم علشان كده عاوز تدخل على الله أو استوصل إلى الله عز وجل لابد من قلب سليم تعال في عجالة نتعرف على هؤلاء الذين وصلوا إلى الله عز وجل الذين دخلوا على الله تبارك وتعالى كيف يصل العبد إلى الله كيف يدخل العبد على الله اللهم وصلنا إليك اللهم عرفنا عليك قلوا آمين المسلم الحق الذي يصل إلى الله عز وجل يعامل الله لا أحد سواه لا يحب حتى أن يطلع أحد على عمله لا يحب حتى أن يطلع أحد على عمله إلا الله يعامل الله عز وجل وحده ده اسمه إيه ده؟ ده اسمه الإخلاص والمسلم اللي يعمل كده اسمه المخلص مين المخلص؟ أبو حازم المديني يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم المذنب سيئاته لا بالله عليك تأمل هذا الكلام جيداً المخلص من يكتم حسناته كما يكتم المذنب سيئاته أبو حازم المديني ده زوجته تحكي عنه تقول كان زوجي يصلي بالليل ويبكي بكاء شديداً ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل هذا أمام الناس ما فعله المخلص يستوي عنده مدح المادح وذم الذام اللي يقولي الكلام ده أبوائل الصالح يقول المخلص هو الذي يستوي عنده مدح المادحين وذم الذامين لأنه يعامل رب العالمين هو ده المخلص سيدنا الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم ده تابعي تابعي جليل لم يدرك رسول الله لكن أدرك بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين أدركهم من ربيع بن خثيم سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبدالله بن مسعود كان يحب الربيع جداً وكان يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك سيدنا عبدالله بن مسعود كان يقول لأصحابه الربيع بن خثيم من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الربيع بن خثيم ده فضل عشرين سنة يصوم يوما ويفطر يوما وأهل بيته لا يعرفون يا الله عجيب إزاي ده حصل عشرين سنة يصوم يوما ويفطر يوما وأهل بيته لا يعرفون كان يخرج للعمل في الصباح زوجته تعطيه الغداء فيخرج ويتصدق به في الطريق على مسكين أو فقير أو ذراحم ثم يرجع بالليل فيأكل معهم العشاء على أنه العشاء وهو إفطاره ولم يحدث أحدا بهذا إلا عند موته من باب التحدث بنعمة الله عز وجل ده أول محطة عاوزك تركز معاها كويس جدا تعرف يبقى لك عبادة في السر لا يعلمها إلا الله تعرف يبقى لك خبيئة بينك وبين الله عز وجل يبقى لك قربة طاعة لا أحد يعرف عنها شيء تتقرب بها إلى الله عز وجل طلع بقى ورقة وكتب كده المحطة الأولى في اللقاء ده لازم يبقى لك عمل صالح بينك وبين ربنا ولا أي حد يعرف عنه أي حاجة هي ده من الأسباب اللي توصلني إلى الله عز وجل هو ده من الأسباب اللي تدخلني على الله تبارك وتعالى أيوة يبقى لازم يكون لك خبيئة لازم يكون لك عمل صالح محدش يعرف عنه أي حاجة خالص ده أول باب تدخل منه على الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يوصلنا إليه وأن يدخلنا عليه كمان المسلم الحقيقي الذي يصل إلى الله عز وجل ودي المحطة الثانية وعاوزك تركز وتخلي بل حضرتك معايا وتصلي على سيدك رسول الله المسلم الحق الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل والذي يريد أن يدخل على الله تبارك وتعالى دائما يهضم نفسه دائما يتهم نفسه دائما يحاسب نفسه تقدر تقول متواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عملاق من عمالقة هذه الأمة سيدنا عمر بن الخطاب عندما أسلم كبرت الملائكة في السماء فرحا بإسلامه سيدنا عمر بن الخطاب لما أسلم قال المشركون اليوم استتبأ أمر محمد سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كنا أذلاء حتى أسلم عمر فأعزنا الله تعالى بإسلام عمر سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدنا النبي قال له كده صلي على سيدك رسول الله واسمع الحتة اللي جاي دي سميتك جميلة فغضبت وقالت ويحك ماذا تقول والله لا يكون أنا الحسيبة النسيبة تسميني باسم لا يتسمى به إلا الجوار والإماء لأذهبن إلى رسول الله أنا رايحة سيدنا النبي فذهبت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله من الله علي بالإسلام وشرح صدري للتوحيد فسميني اسما غير العاصية فقال صلى الله عليه وسلم سميتك جميلة قالت سبحان الله أراد عمر بن الخطاب أن يسميني بهذا الإسم فأبيت فقال صلى الله عليه وسلم يمرأه أما علمتي أن الله تعالى عند قلب عمر ولسانه عمر بن الخطاب ده مع فضله وقدره ومكانته كان يقول والله لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا إيه ده تسميه إيه ده سميه زي ما أنت عاوز بقى سميه تواضع سميه هضم للنفس سميه اتهم للنفس بس أنت كمان لازم تتعلم من عمر بن الخطاب إنك دايما تتهم نفسك وإنك دايما تحسب نفسك لو عاوز تصل إلى الله تبارك وتعالى عايز تدخل على الله تبارك وتعالى لازم تكون متواضع لازم تكون هاضم لنفسك لازم تكون متهم دائما لنفسك تحس دايما أنك أبعد الناس عن الله تحس دايما أنك أحوج الناس إلى الله عز وجل من غير هذا لا تصل من غير هذا لا تدخل على الله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن يعرفنا عليه وأن يوصلنا إليه قولوا آمين يبقى دي المحطة التانية المحطة التالتة علشان نصل إلى الله عز وجل وعلشان ندخل على الله تبارك وتعالى لازم تعرف أن المسلم اللي يصل إلى الله عز وجل مسلم إيجابي مسلم ينفع غيره مسلم الله تبارك وتعالى يستخدمه لخدمة غيره سيدنا عبد الرحمن بن عوف الصحابة الجليل رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن عوف ده قالوا كان أهل المدينة جميعا عيال عليه عارف يعني عيال عليه يعني يعولهم ويتكفل بهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف أيوة سيدنا عبد الرحمن بن عوف أهل المدينة جميعا عيال عليه تلت أهل المدينة يعملون عنده التلت الثاني يتاجرون بماله التلت الثالث يفرض لهم الصدقات والرواتب كل شهر قالوا ومع هذا كان لا يعرف من بين خدمه يجلس كما يجلس الخادم بتاعه ويأكل معهم ويشرب معهم ويلبس كما يلبثون يلبسون من توضعه رضي الله عنه ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف با اسمه سيدنا طلح ابن عبد الرحمن بن عوف كان سخيا جدا وكان ينفق في سبيل الله ببزخ في مرة مرض تعب عي فلم يأتي أحد لزيارته فقال لزوجته أين إخواني لما لم يأتي أحد لزيارتي أنا مش شايف حد من إخواني وأصدقائي جاء لزيارتي أين إخواننا لما لم يأتي أحد لزيارتنا فقالت لعلهم يستحون لما لك عليهم من الدين خلي بال حضرتك بتقول لعلهم يستحون للديون التي لك عليهم قال ماذا؟ بتقول إيه؟ يستحون لما لي عليهم من الدين قبح الله ما لن يمنع إخواننا من الزيارة قم يا غلام نادي في السوق من كان عليه لطلحة ابن عبد الرحمن بن عوف دين فهو منه بريء أنا متنازل عن أي دين لي عند أي أحد من إخواني قالت زوجته والله لقد انكسرت عتبة البيت بالعشي من كثرة زواره طب تصور كم واحد كان عليه فلوس لطلحة كم واحد نفعه الله تبارك وتعالى بسبب طلحة المسلم كده المسلم كالغيف زي المطر أينما وقع نفع طب تأمل كده أنا مين بينتفع بسببي أنا إيه بعمله ينفع الناس أنا مسلم والمسلم نافع أسأل نفسي أنا إيه اللي بعمله خلال اليوم ينفع الله تبارك وتعالى به عباده أنا إيه اللي بقدمه لعباد الله إيه الخير اللي بعمله ببقى سبب فيه اسأل نفسك ويعرف إن ده باب واسع تدخل منه على الله عز وجل وعاوز أقول لحضرتك أن المسلم الحق صاحب القلب السليم الذي يصل إلى الله تبارك وتعالى المسلم الحق الذي يصل إلى الله ويدخل على الله لا ينتظر جزاء ولا ثواب إلا من الله تعرف سيدنا أبو حنيفة النعمان أبو حنيفة صاحب المذهب المعروف المتبوع أبو حنيفة مرة نزل السوق مع غلامه عاوز يشتري ثوب فدخل على بزاز بائع القماش فرأى ثوبا فأمسكه ونظر فيه ثم قال بكم فقال هذا الثوب بكذا وكذا ورفع الرجل في السعر كعادة أي بائع يرفع في السعر ابتداء علشان لما الزبون يخفط في الثمن برضو هو يعني ما يتضررش قال له بكم هذا الثوب قال بكذا وكذا ورفع في الثمن فقال غلام الإمام يا رجل خفط في السعر ألا تعرف من هذا إنه أبو حنيفة النعمان فغضب أبو حنيفة وترك الثوب وخرج مغضبا فخرج الغلام وراءه قال ما فيك يا إمام ما الذي أغضبك قال يا غلام إننا نشتري بأموالنا لا نشتري بأدياننا يعني إيه خفض للإمام ده العالم الفقه حيخفض لدي درهم والدينار على حساب ديني أنا لا أتاجر بديني أنا لا أتربح بديني رفض رضي الله عنه أن يتكسب أو أن ينتفع بفقه رضي الله عنه وأرضاه ما تجملنيش علشان أنا الفقيه إنما أبتغي الثواب من الله عز وجل هو ده المسلم الحقيقي المسلم صاحب القلب السليم لا يبتغي الأجر إلا من الله سيدنا بن الجوزي ودو الأعلام يا ليتنا نقلب صفحات هؤلاء الأعلام لنشعر بشيء من الرطوبة في هجير السير إلى الله عز وجل محتاجين جدا نقرأ عن هؤلاء ابن الجوزي واعظ الدنيا فصيح زمانه بعض العلماء يقول عن ابن الجوزي لو وزع علمه على أهل الأرض ما بقي جاهل بالله تصور كم كان عالما رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ابن الجوزي ده هو بيموت قال لأولاده والله لقد كتبت بأصبعي هاتين أكثر من ألفي مجلد وتاب على يدي أكثر من عشرة آلاف نفس وأسلم في مجلسي أكثر من ألف نسمة ووالله لقد خرجت من هنا حتى الحجاز ما مررت على محلة على بلد لها قاضي إلا وهو من تلاميذي اسمع اللي يدي ووالله ما أكلت بعلمي لقمة يا الله لم يتكسب بعلمه لقمة ليه؟ لأنه كان عاوز الثواب من الله عز وجل فبين تسأل نفسك كده إيه العمل اللي بعمله أتقرب به إلى الله عز وجل ومش عاوز حتى حد يقول لي شكرا إحنا في الحلقة الماضية قلنا إن بعض الناس لما يتصدق بصدقة يزع يقول تصدقت ولم أذكر تصدقت ولم أشكر عندك عمل صالح تعمله تبتغي به وجه الله ومش عاوز حد يقولك متشكرين المسلم الحقيقي صاحب القلب السليم الذي يصل إلى الله عز وجل ويدخل إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون له عمل لا يبتغي به إلا وجه الله عز وجل لو ما بقاش كل أعماله بس على الأقل بقى لك عمل كده ما بتستناش حد يقولك شكرا لأنك تعامل الله عز وجل وخلي بالك المسلم الحقيقي يصنع الخير في أهله وفي غير أهله خلي بالحضرتك وصلي على سيدنا رسول الله بقول لحضرتك المسلم الحق الذي يريد أن يصل إلى الله يفعل الخير في أهله وفي غير أهله من ألطف وأطرف ما قرأت في هذا الباب سيدنا عمر بن الخطاب خرج يوما مع بعض جنده في رحلة صيد وأنا عاوزك ما تسمعشي القصة دي بأذنك عاوزك تعيشها بقلبك استحضر المعنى ده وخلي بالحضرتك وصلي على سيدك رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب خرج مع بعض جنده في رحلة صيد فانحرف به الفرس ونحاه عن الجند بعيدا وظل يجري به لم يتوقف إلا عند شعب بين جبلين وجد عند هذا الشعب خيمة أمامها غنيمات وداخل الخيمة رجل عجوز يرعى هذه الغنيمات سيدنا عمر بن الخطاب مجهد ومتعب نزل كان بيجاهد الفرس علشان يقف وموقف شغل في المكان ده نزل سيدنا عمر بن الخطاب من على الفرس الرجل العجوز اللي هو بيرعى الأغنام دي شافه ما يعرفش إن ده أمير المؤمنين ما يعرفش إن ده رئيس الدولة خلي بالك ما يعرفش إن ده الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ولكن الرجل انقطع به الطريق في هذا المكان فقام الرجل ودخل خيمته وجاء بتمر ولبن ووضعه لسيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر أكل وشرب ثم نظر إلى الرجل وقال أيها الرجل أتدري من أكون قال له من تكون قال أنا من جند أمير المؤمنين عمر فقام الرجل ودخل الخيمة مرة ثانية وجاء بتمر ولبن ووضعه أمام سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب أكل وشرب تاني ثم نظر إلى الرجل وقال أيها الرجل أتدري من أنا قال له الله من تكون قال أنا من قواد جيش أمير المؤمنين عمر فقام الرجل مرة ثالثة ودخل الخيمة وجاء لبن ثالث وتمر ثالث ووضعه لسيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر أكل وشرب ثم قال للرجل أتدري من أنا قال له الله من تكون قال أنا أمير المؤمنين عمر فانتفض الرجل ودخل الخيمة وجاء باللبن كله وبالتمر كله وقال كل حتى لا تدعي أنك رسول الله ما هو مش فاضل غير كده عايز أقول له أنا لم أقتنع أن أنت أمير ولا أن أنت غفير ولا أن أنت وزير ولكن أنا أكرمك لله رب العالمين فسر به سيدنا عمر بن الخطاب وأعطاه مالا وقال خذ فمثلك إذا كان معه مال نفع الله عز وجل به العباد اللي زيك أنت اللي في كرمك وفي سخاءك لما يبقى مع مال الله تبارك وتعالى ينفع به العباد فدور كده في أعمالك أنا عندي عمل صالح بعمله في حد حتى لو ما يستهلش يعني حد كده أنت عارف أن أنت بتعامله كويس لله وأنت عارف أنه بيصيء إليك احنا بنقوله يا محطات والكلام مش بس لمجرد التسلية الفارغة الباهتة ولكن لنستلهم الدروس والعبرة والعبادات وإلا الكلام ده حيبقى حج علي وعلى حضراتكم بور كده على حد هو ما بيكرمكش وإنت بتكرمه لله المسلم اللي عايز يصل إلى الله عز وجل يفعل الخير في أهله وفي غير أهله ابتغاء مرضات الله بور كده على حد بيسيء إليك وإنت تحسن إليه ابتغاء مرضات الله عز وجل هو ده يوصلني إلى الله عز وجل هو ده يدخلني على الله تبارك وتعالى نعم ومن أوسع الأبواب طيب كمان المسلم الحقيقي صاحب القلب السليم اللي يدخل على الله تبارك وتعالى مسلم زي ما بيراعي علاقته بربنا تبارك وتعالى هو مخلي باله من علاقته بالناس صليت على سيدك رسول الله لما تسمع عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد إيه الله تبارك وتعالى فتح بهم القلوب وكانوا الكفار يتكلمون حتى عن أصحاب رسول الله يقولوا كانت مساجد كانت أسواقهم كمساجدهم واخد بالك كانت أسواقهم كمساجدهم الصدق والأمانة والورع والخوف من الله في الأسواق زي المساجد الآن مع الأسف المساجد بيت زي الأسواق في المسجد اتنين عادين مع بعض وبيغتابوا حد من عباد الله ممكن اتنين في المسجد مع بعض وبيختلفوا مع بعض ممكن تلاح حد بيختلف مع أخوه يقولوا أنا عايزة أبقى في المكان ده خليك أنت في الصف اللي وراي أنا عاوز المكيف لا أنا مش عاوز المكيف لا أنا عاوز النافذة تفتح لا مش عاوزها تعرف أن مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل سبع سنين ما فيهوش لمبة من غير مصباح سبع سنين أول مصباح جلبة للمسجد النبوي جلبه سيدنا تميم الداري بعد سبع سنين لكن كانت المحبة والأخوة والألفة ملء قلوب أصحاب رسول الله بقول لحضرتك الكفار كانوا يقولوا عن أصحاب رسول الله كانت أسواقهم كمساجدهم سيدنا واثلة بن الأسقع صحابي جليل أنا بأكثر من الكلام عن أسلافنا لأنه ضروري نسمع عنهم وبإذن الله عز وجل انقدر الله تبارك وتعالنا للبقاء واللقاء حيكون لنا في رمضان برنامج نتعرف فيه على جملة من أسلافنا الصالحين الذين ساروا على الطريق إلى الله قبلنا وخبروه حتى نستفيد من خبرتهم لأن احنا محتاجين جدا نقلب صفحات أسلافنا السلف الصالح مطلوب جدا نعرف عنهم ونقرأ عنهم ونسمع عنهم بإذن الله نسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبانا وأن يبلغنا رمضان سيدنا واثلة بن الأسقع من صحابة رسول الله نزل مر السوق مع جمل عاوز يبيع الجمل ده أول ما نزل السوق استقبله الناس بحفاوة شديدة جدا أهلا ومرحبا بصاحب رسول الله تعالى تعاوز إيه؟ قال أريد أن أبيع هذا الجمل فقالوا تعالى اجلس حدثنا ببعض الذي سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكفيك شأن الجمل فجلس إليهم وقام أحدهم ليبيع الجمل فباعه بثلاثمائة درهم تلتميت درهم ورحلوا يا صاحب رسول الله باعتلك الجمل بتلتميت درهم فقال لمن بعته؟ من اشتراه؟ قال بيأته لهذا الرجل اللي ناشي أمامك سيدنا واثلة جعل يجري خلف الرجل ويهتف به انتظر انتظر فقال الرجل ما فيك يا صاحب رسول الله عاوز ايه؟ قال اشتريت هذا الجمل لللحم ام للظهر تشتريته لللحم علشان تكله ولا للظهر علشان تركبه قال اشتريته للظهر قال اذا به عيب ان في خفه ثقبا وانه لن يجد بك في السير فارجع يخفض لك ثمن العيب فرجع قال له بيقولك في عيب خفض لي قيمة العيب فخفض مئة قال له يا صاحب رسول الله الرجل اشترى ومشي ترجعه تاني عشان يخفض قيمة العيب قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل احد هو دا المسلم؟ اه هو دا المسلم لما سيدنا مجمع التميم ينزل السوق عايز يبيع عايز يبيع معزة اعزك الله يقف في السوق يهتف بالناس يقول ايها الناس من يشتري هذه الشاه وفي لبنها ملوحة عندنا في الفلاحين يقول اللبن حادق شوي يقولوا انت بتباين العيب اذا لن تبيعها قال عدم بيعيها اهوى وعلي من ان اغش المسلمين عايز في النهاية اقول ان المسلم الحقيقي اللي عاوز يصل لله عز وجل لازم يكون في الصفات دي زي ما بيخلي باله من علاقته بربنا يخلي باله من علاقته بالناس اخوانا في الاعداد قالوا ان رقم التليفون الشخصي بتاعي هيظهر مستنى حضرتكم تتواصلوا معنا مستنين اقتراحتكم مستنين اراءكم مستنين نقول لبعض نتكلم في ايه ايه المواضيع اللي المفروض نتكلم عنها ان شاء الله في رمضان باذن الله عز وجل عاوزين نتكلم عن ايه وعاوزين نعرض ايه على طاولة البحث ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجمعنا وإياكم دائما على مرضاته المسلم اللي عايز يصل الى الله عز وجل لازم يخله باله من المحطات اللي احنا قلنا عليها دي المسلم مخلص المسلم هاضم لنفسه المسلم ايجابي نافع لغيره المسلم لا يريده جزاء الا من الله المسلم الحقيقي كما يرأي علاقته بالله يرأي علاقته بعباد الله لذلك فتش في الصفات دي عن نفسك وقعد كده انا الكلام اللي اسمعته ده عندي منه قد ايه لو انا حمتحن في الكلام اللي اسمعته ده انا عندي كم من عشرة في هذا الكلام خلي بالك اوسع باب تدخل منه على الله تبارك وتعالى عباد الله اوسع باب تدخل منه على الله عز وجل انك تتاجر مع عباد الله انك تتق الله عز وجل في خلق الله اللي لدي قبل ما تنام أعود مع نفسك وقول أنا عندي كم صفة من الصفات اللي سمعتها دي وفيه كم صفة من الصفات دي ما هيش عندي وأعمليه عشان تبقى عندي وخلي بالك إن الله تبارك وتعالى الله عز وجل لا يفعل شيئا بعذابنا الله تبارك وتعالى عوزنا كلنا ندخل عليه ونصل إليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا عليه وأن يوصلنا إليه ورد تكثر من هذه الدعوة اللهم عرفنا عليك اللهم وصلنا إليك كثر منها كثير جدا لحد ما نلتقي بإذن الله عز وجل في اللقاء الداخل عاوز دي تبقى شغلانتك اللهم وصلنا إليك اللهم عرفنا عليك أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا دائما على مرضاته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة